بعض الناس هدان الله إياه يجعل على باب المنزل في الخارج أو في السيارة أو على الأولاد أشياء منها؟ ده كصابات حدث ده كصابات اللو نعانان نعوم ربعه في بلنا أبتي أبقز أوم استفلا لي نقراتي قبرو إيد التلو ماليسوم أبتمكين أوم أبستفلا لي بوتاتات نخل حلو لابلوز قبرو نقراتها اللو مهن ريعينا بزي يا ضعراء استور بقرون يضع كف عين بعض الأشياء من البحر بعض الأشجار أيضا خرق سوداء قديمة إذا حالة في البتعام ازتبال شو زخون ازتقاد هذا تركي وني قبر يكتب مثلا الحسد لا ينفع لا يأتي حسد ويدم ما زي محصاد مالاتيو أي مدسانيو يبل إذا يعتقد أن هذه تدفع العين بذاته تدفع الجن والشياطين فهذا شرك كبر إذا يعتقد أن أسبابا في دفع العين فهذا شركة صغر إذا يعتقد أن أسبابا في دفع العين فهذا شركة صغر النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت ولديه أولاد ولديه دواب ولم يضع شيئا من هذا من يحفظ لنا هذه الأشياء؟ من يحفظ لنا؟ الله سبحانه وتعالى من يحفظ لنا؟ هذه الأشياء التي تعلق والله لا تنفع بل تضر والله أعلم من ذلك أن يحفظ لنا ولم يحفظ لنا ولم يحفظ لنا لذلك يحدث بربي سبحانه وتعالى تمكن أن يحفظ لنا